موسيقى الرحمن الرحيم أعزائي في إطار ما سبق أن تحدثنا عنه بشأن حماية الرقع الزراعية والحفاظ على خصوبتها وذلك في إطار القانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل للقانون رقم 53 لسنة 66 والذي أكد على أن الرقع الزراعية في مصر مصونة لا تمس وضرورة عدم المساس بها وضرورة المحافظ على خصوبتها وفي استكمال لما تناولناه في حلقتنا السابقة رجعوها لربط المعلومات كما تعودنا نلتقي اليوم إن شاء الله في تداول الحظر الوارد بالمادة 151 من القانون سالف الزكر مع تناول العقوبات الواردة على ذلك الحظر حيث نصت المادة 151 من القانون على أنه يخذر على المالك أو نائبه أو المستاجر أو الحائز للأرض الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر الزراعة رغم توفر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأن تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وذلك أعزائي هذا نص المادة 151 وما ورض به من حظر على كل شخص يضع يده على قطعة أرض الزراعية بأي صفة سواء كان مالك أو نائبه أو وكيله أو مستاجر أو حائز بأي صفة أو صورة من صور الحيازة حذرت عليهم جميعا المادة 151 تبوير الأرض الزراعية وحذرت على المالك والمستاجر والحائز وبالأحرى أي شخص تكون الأرض الزراعية تحتابه كمزارع لها وقائم ومسؤول عن زراعاتها سواء كان المالك أو وكيله أو تابعيه وسواء كان المستاجر وسواء كان الحائز لهذه الأرض وبأي صورة أو صفة تكون عليها الحيازة المهم حظر تبوير الأرض من أي منه ذلك الأمر حيث يكون هناك نوعان من التوجه للتبوير يعني المادة 151 صنفة التبوير على صورتين يأما توجه إيجابي للتبوير أو توجه سلبي للتبوير توجه إيجابي التوجه الإيجابي للتبوير إزاي شخص هيكون إيجابي وبيبور الأرض وذلك بارتكاب الفعل المادي للتجريم بالعمد في تبوير الأرض الزراعية قوضع أنقاض هدم مباني قديمة أو ردمها بأتربة ومخلفات قمامة أو غيره لشغل الأرض ومنعها عملا من الزراعة لتحولها من أرض الزراعية إلى مبورة تمهيدا لعددها أرض مباني ده الجانب الإيجابي اللي ممكن المالك أو الحائز أو أي شخص سيحتيده أرض الزراعية بيتخذ هذا الإجراء لتحويل الأرض من زراعية إلى مبورة ثم إلى أرض مباني ده الجانب الإيجابي الجانب السلبي إيه بقى زي ما المادة قالت عليه المادة 51 أعت عليه ويكون ذلك بالامتناع عمدا عن زراعة الأرض لمدة سنة كاملة من آخر زراعة لها وقطع مصدر الري عنها ومنع القاء التقاوي والبذور والكيماوي وكل تجهيزات الأرض المعتادة للزراعة وذلك بقصد التلاعب في خصوبة الأرض ومنع زراعتها حتى تتحول إلى أرض بور تمهيدا لإعدادها أرض مباني وفي مواجهة جريمة تبوير الأرض الزراعية فرض القانون عقاب على ارتكابها بموجب المادة 155 من القانون سالف الزكر حيث تنص المادة 155 على أنه يعاقب بالحبس والبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض المطروقة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزرعة لحساب المالك لمدة سنتين تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراع وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المطروقة وردها للمالك لزراعتها وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ولوزير الزراع قبل الحكم في الدعوة أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف دا كان نص المادة 155 والعقوبات الوردة فيه على أعمال التبوير التي يقوم بها من بيده الأرض الزراعية وصنفت العقوبة على المالك غير المستاجر المالك أو نائبه أو وكيله أو تابعيه وغير المستاجر وحددت لكل واحد عقوبة وفي جميع الأحوال نص المادة على أن عقوبة الغرامة لا توقف وعلى أن يكون هناك قرار إداري موازي في هذا الأمر بالعقوبة القرار الموازي دا هو أن تزال أسباب المخالفة على نفقة المخالف إن كان المالك أو نائبه أو المستاجر أو الحائز أي واحد لازم تزال المخالفة على نفقته بقرار إداري والقرار إداري دا مالوش علاقة بالقضية المحررة في المحكمة بقرار إداري في خط والمحكمة في خط أخر وبذلك تكون المادة 155 من القانون قد وضعت العقاب الملائم للمخالفة عن الشخص القائم بها المالك أو المستاجر أو الحائز فالمالك يتم سحب الأرض منه وتأجيرها بمعرفة الإدارة الزراعية في الدائرة الواقعة بها الأرض ولمدة سنتين لحساب مالكها وردها إليه بعد ذلك والمستاجر يتم سحب الأرض منه وينهاء عقد الإيجار وتسليمها للمالك لزراعاته والحائز تسلب حيازته للأرض مهما كانت صفتي في الحيازة ويعادت تسليمها إلى مالكها لزراعاته المهم في هذه العقوبات في المادة 155 على جريمة المادة 151 يقول المهم في الموضوع إنهاء الوضع الكائم بالتبوير مهما كان صفة الشخص الحائز للأرض طالما قائم بمخالفة التبوير أو تنسب ليه مخالفة التبوير هذا الأصل السلب أو نزع سحيازة الأرض وتسليمها لمن يقوم بزراعاتها ذلك تفعيلا للهدف القانوني وهو حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوباتها جاء الهدف من القانون حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوباتها عشان كده جرم كل عمليات تتم على الأرض غير الزراعة مجرمة أعزائي بكده نكون النهاردة قد تناولنا في حلقة اليوم تبوير الأرض الزراعية والعقوبة الواردة عليها وفق المادة 151 التي تنص على الجريمة والمادة 155 التي تناولت العقاب عليها ذلك في سلسلة حلقاتنا بهذا الشأن ونتابع بعد ذلك في حلقات قادمة إن شاء الله الغرائم الأخرى التي ترتكب على الأرض الزراعية